عود ببذل كل جهد لحل الأزمات العالقة في لبنان حملها معه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد لقاء وزير الخارجية الفرنسي لوروفا بيوس الذي اجتمع به في وزارة الخارجية على مدى ساعة من الوقت وتناول الطرفان قضايا المنطقة ولبنان خصوصا فيما يتعلق بأهمية انتخاب رئيس للجمهورية كاسمام أمان لكل المسيحيين في المنطقة وليس في لبنان وحسب وكذلك طلب المشنوق حل أزمة مساعدات النازحين السوريين وأبد المشنوق ارتياحه إلى الاجتماع بعد انتهائه أخرج أكثر اطمئنانا للموقف الفرنسي والجهد الفرنسي والتفكير السليم الفرنسي سواء في الموضوع اللبناني أو في الموضوع العربي وزير الخارجية الفرنسي وعد أنه سيجري كل الاتصالات اللازمة لكي تقوم الدول المانحة للبنان في موضوع النازحين أن تقوم بدفع ما التزمت به خلال قمة الكويت وأولها فرنسا وسيجري جولة اتصالات هاتفية غدا من أجل هذا الهدف وفيما يتعلق بأسات الجمهورية؟ سيفعل كل جهده هو على اتصال بالسعوديين بشكل مباشر وأبدأ أعجابه بالقياد الجديد وسيكمل اتصالاته في طهران هو حذر لا أقول أنه متشائم ولكنه حذر ولكنه متأكد أنه يسير على الطريق السليم لبنان أولوية لدى الدولة الفرنسية هذا ما أكده المسؤولون جميعا للمشنوق في جولته التي استمرت ثلاثة أيام وسيطبق هذا الكلام عمليا في المحافل الدولية